ما تنسوش تعمله اشتراك في القناة المسلسل اسمه زاد جيرل ليلي الموسم الاول الحلقة الاولى من المسلسل تبدأ مع بنت في سن المراهقة اسمها سيدي سيدي بتستخدم تطبيق على تليفونها بيكون فيه شخصية بنت من سنها تقريبا اسمها ليلي اللي بتقدم نصايح لسيدي في كل حاجة في حياتها في الفصل سيدي بتتكلم مع ليلي عشان تاخد رأيها انها تترشح لرئاسة الفصل ليلي بتشجحها وبتنصحها تقدم عرض مميز وجذاب للطلبة علشان ينتخبوها سيدي بتعرض برنامجها الانتخابي على زمايلها وبتوعدهم في انها تقوم بالاهتمام باعادة التدوير عشان يقدروا يستفيدوا من الزبالة بتاعتهم لكن سيدي بتتفاجئ ان زمايلها بيتريقوا عليها وبيرموا عليها الزبالة بالليل وقبل ما اتنام سيدي بتشكر ليلي على وجودها في حياتها وبتتمنى انها تكون حقيقية واعدة معاها دلوقتي وبعد شوية سيدي بتتفاجئ ان الكهرباء بتلعب والتليفون بيتطلع شرار وبتتخض جامد وبتمسك الطفاية عشان تطف النار لكن بتتفاجئ لما بتلاقي ليلي طلعت لها من التليفون وبقت بنتها حقيقية سيدي ما بتكونش مصدقة اللي بيحصل قدامها بتفتكر ان كل ده مجرد خيالات في دماغها بس ليلي بتقول لها ان كل ده حقيقة ومش خيال وبتعرفها ان امنيتها تحققت وهي بقت معاها في الدنيا سيدي بتتفاجئ ان ليلي فرحانة قوي ومبسوطة عشان اخيرا خلصت من الحبسة جوا التطبيق ده غير انها هتشوف الحياة على طبعتها تاني يوم سيدي بتصحى على صوت اخوها ماركي وهو بينضع عليها فبتخبي ليلي ورا الكنبة بيدخل ماركي اللي بيكون مهووس بالمشاريع الاستثمارية وبيطلب من سيدي انها تشاركه في مشروع جديد لكن سيدي بترفض عشان ما عندهاش تستعداد تخسر فلوس تاني وكفاية انها خسرت خمسين دولار في اخر مشروع وبتاخده وبتخرج به من القوضة بسرعة سيدي وماركي بيتفاجئ ان باباهم ومامته بيلعبوا يوجا وعملين وضعية غريبة قوي تريش مامة سيدي بتقولهم انهم مضوا عقد اغنية دعائية اعلان لمغبس كبير اما باباهم فبيشرح لهم ان الموضوع ده محتاج تفكير جامد وزهن صافي عشان كده هم بيلعبوا يوجا لانهم محتاجين يوصلوا الفكرة جديدة للاغنية ماركي بتعجيبوا الفكرة وبيعرض على بابا فكرة مشروع استثماري عشان يشاركوا فيه بس بابا بيتاريق عليه وعلى مشاريع الفشلة بيمشي ماركي وهو زعلان منه بس بابا ومامته بيتحكوا جامد على رد فعله بس فجأة بيقفوا في مكانهم من غير ولا حركة سيري بتتفاجئ من اللي بيحصل لهم وبتظهر ليلي وبتعرفها انها تقدر توقف الوقت المدة الدقيقة وبتقول لها انها عاوزة تروح معاها المدرسة لكن سيدي بترفض بس ليلي بتعرفها ان الدقيقة قربت تخلص وباباها ومامتها يشوفوها هبتخدها بسرعة وبتمشي سيري وليلي بيوصلوا للمدرسة وبيقابلوا جيرمي زميل سيري في الفصل واللي بيكون عامل لها بوستر دعاية للحملة الانتخابية بتاعتها ليلي بيعجبها البوستر قوي تعجبها اكتر صورة سيري وهي بتلعب كرة سلة لكن سيري بتقول لها انه عمرها ملعبة كرة سلة في حياتها وان جيرمي زميلها خير واسح حبتين بعدها بيقابلوا تيفاني وباريا زميل سيري في الفصل ليلي بيتعرفهم بنفسها انها قريبت سيري من مدينة هيرستان وانها لسه منقول جديد للمدرسة ليلي بتعرف ان تيفاني هي المرشحة الوحيدة لرئاسة الفصل بتاع سيري وباريا هي المرشحة الوحيدة برضو اللي منصب نائب رئيسة الفصل وانهم اكيد هيكسبوا الانتخابية عشان ببساطة مفيش حد نازل قدامهم بس ليلي بتقولهم اني سيري هترشح نفسها لرئاسة الفصل ويعترشح نفسها المنصب نائب رئيسة الفصل لكن تيفني بتقول لها ان ده ما ينفعش عشان ليلي مش طالبة بالمدرسة اصلا وبالصدفة ميس ويل مديرة المدرسة بتكون معدية فبتطلب منها تيفني نها تتأكد اذا كانت ليلي فعلا اتنقلت للمدرسة ولا لا بتقول لها ان ما فيش حاجة بتحصل في المدرسة اذا لما تكون هي عارفاها وبتفتح تليفونها عشان تبص على كشف الطلبة الجدد بس بتكون ناسية البسورد وما بتعرفش تفتح التليفون وبترحب بليلي وبتقول لهم مش معقولة ان في طالبة في سنها تيجي المدرسة وهي مش طالبة فيها وقت خاطر وتغضع مديرة المدرسة في كفائتها تيفني بتقول لسيدي انها مش هتقدر تنافسها خصوصا وانها قررت تعمل رأسة تشجيعية في المناظرة بتاعة الانتخابات وبتطلب منها تستعد كويس وتتدرب عشان ماها ما عملت برضو مش هتغلبها ليلي بترد على تيفني وبتقول لها انهاية لازم تتدرب وتستعد كويس علشان سيدي هتفاجئ الكل بالرأسة بتاعتها سيدي بتكون شايلة هم الموضوع ده قوي لانها مش عارفة هي تعمل ايه اصلا ومش عارفة تختار حركات للرأسة بتاعتها وخايفة من الفشل بس ليلي بتطلب منها تجمد قلبها وما تخافش وبتوصل مامة سيدي وباباها وسيدي بتعرفهم على ليلي انها صاحبتها من مدينة يوستن وبيتفاجئوهم الاتنين ان المخبز اللي باباها ومامتها هعملوا الاغنية بتاعته من نفس المدينة وبيعملوا بروفو للاغنية وليلي وساري بيشيركوا معاهم وبيكونوا بسوطين قوي تاني يوم في المدرسة ساري بتكون متوترة وقلقينة لكن ليلي بتطلب منها تهدى وتركز عشان تنجح ميسويل ووكلت المدرسة بيعنون عن الانتخابات وبينتهوا على المرشحة الاولى لمنصب نائب رئيس الفصل وهي ليلي اللي بتتكلم مع الطلبة وبتوعدهم انهم لو انتخبوها هيو سادي هيغيروا حاجات كتير في المدرسة زي رفع مستوى الاكل وزياد طرفيه بعدها بييجي الدور على المرشحة التانية لمنصب نائب الرئيس وهي بارية واللي بتوعد كل الطلبة ان اللي هينتخبها هيو تفني هتدي له موبايل جديد من المحل بتاع باباها والطلبة كلهم بيكونوا فرحانين ومبسوطين قوي بالكلام ده بعد كده بيكون الدور على تفني المرشحة الاولى لمنصب رئيسة الفصل اللي بتقدم رقصة تشجيعية جميلة قوي عشان كده ليلي بتوقف الوقت وبتطلب من سادي انهم يمشوا بسرعة قبل ما الدقيقة تخلص لانها شايفة ان سادي مش هتقدر تغلب تفني لكن سادي بترفض وتمشي وبتقول لها انها لازم تواجه الموقف ومش مهم النتيجة المهم تكون عملة اللي عليها وبييجي الدور على سادي اللي بتقدم رقصة مظهلة وبتخلي كل الموجودين يتفعلوا معاها وبتقابل مكان لمصرح استعراضي درجة ان مديرة المدرسة بالوكيلة بيرقصه هم كمان حتى بريا وتفني ما بيقدروش يمسكوا نفسهم وبيرقصه وبعد ما الفكرة بتخلص مديرة المدرسة بتعلن فوس سادي وليلي باكتساح بالليل سادي وليلي بيكونوا مبسوطين قوي باللي هم عملوه وسادي بتطلب من باباها ومامتها الموافقة عشان ليلي تعيش معاها باباها ومامتها بيوافقوا على طول لانهم معجبين بليلي اصلا بس بيدخل عليهم ماركي وبيقول لها انه بيقدر يسمع اي حاجة بتحصل في البيت وبيعرفها انها تدفع الايجار اول كل شهر وانها لو اتأخرت عن دفع الايجار هو مش هيرحمها الحلقة التانية بتبدأ مع سادي وليلي اللي بيكونوا في مطعم بومباكس للبورجر سادي بتطلب من ليلي انها تبطل تعمل حركتها اللي كانت بتعملها وهي جوة تطبيق عشان لو حد شافها ممكن يستغربوها وسرها يتكشف بس ليلي لما بتشوف دانيال الجرسون بتاع المطعم وطريقة كلامه الغريبة بتقول لسادي انها شكة انه كان جوة تطبيق زيها في البيت بيكون مامة سادي وباباها مستعجلين قوي عشان يتأخروا على مقابلة مهمة جدا بس ماركي بيقول لهم انهم ما تأخروش ولا حاجة لانه غير التوقيت بتاع الساعة عشان يقدر يتابع بورسة هونج كونج مامتو بتقولوا انهم رايحين يتفقوا على اغنية دعائية لمطعم بورجر ده غير انهم هياخدوا هذية كتير من المطعم ده لوافقوا على الاغنية زي الكوباية اللي على شكل ساندويتش بورجر ماركي بيشوف الكوباية وبتعجبه قوي وبيعرف انهم بعد ما يعملوا الاغنية هيكون عندهم كوبايات كتير منها فبتجيه فكرة استثمارية رهيبة وهي انه هيبيع الكوباية دي لمطعم بومباكس بتاع البورجر ماركي بياخد بابا وبيروحوا على مطعم البورجر وبيقابلوا ولي صاحب المطعم وماركي بيقوله انه جايب له صفقة هتفرق معاه جامد في المبيعات بتاعته وبيخلي بابا يعرض له الكوباية اللي على شكل ساندويتش البورجر ودي بتعجبه الكوباية قوي وبيوافق على الصفقة وماركي بياخد منه نص المبلغ مقدم لكن براس بيكون قلقان عشان هما لسه ما خدوش الكوبايات من المطعم التاني بس ماركي بيقوله مش مهم المهم ان احنا معانا الفلوس وبيطلب منه يشد حلو يعمل الاغنية بسرعة عشان ياخدوا الكوبايات بالليل تريس بتكون عاملة وصفة اكل جديدة من اختراعها وبتحطها قدامهم وكلهم بيأكلوا منها ومن غير ولا كلمة معادة ليلي اللي بتقول رأيها بكل صراحة وان الاكلة دي مش حلوة خالص وطعمها وحش جدا ليلي ما بتكونش عارفة ايه اللي يحصل لها ومع ان براس بيحاول يهدي تريش ويفاهمها ان الليلي ما تقصدش اللي هي بتقوله لكن تريش ما بتسمعش ولا كلمة منه وبتعاقب ليلي عشان التريقة على الاكل بتاعها وبتقول لها انها هتنظف الصفرة وتخسل المواعين كلها بعد الاكل سيري بتعتزل لليلي عن اللي بيحصل ومامتها بتقول لها طالما هي زعلان عليها كده يبقى هتشاركها في العقاب وبعدها بيخلصوا المواعين سيري بتفهم ليلي انها ما تكونش صريحة قوي كده وتحاول تتعلم الكتبة البيضة عشان تحافظ على مشاعر اللي قدامها تاني يوم بريس والتريش بيعملوا الاغنية بتاعتهم وبيغضوا رأي سيري وليلي ومع ان الاغنية ما بتعجبش ليلي الا انها بتقول لهم انها اغنية جميلة جدا وان المطعم اكيد هي وافق عليها مش بس كده دي بتعتزل تريش عشان التريقة على الاكل بتاعها وبتقول لها انها كانت بتهزر وبتحاول تضحكهم انما الاكل كان طحفة ونفسها تعمل لها وصفة جديدة كل يوم وهي الناس يدي بتطلب من ليلي توقف الوقت وبتعرفها بالمصيبة اللي هي عملتها وبتحكي لها عن اصناف الاكل اللي مومتها بتعملها وهما بيأكلوها غصبة عنهم وهي كده هتخليهم يعانوا من الموضوع ده كل يوم بعد ما كان مرة واحدة في الاسبوع ليلي بتقترح انها تقول رأيها في الاكل بصراحة لكن سيري بتقول لها بلاش هناكل الاكل وامرنا للله وبعد ما ليلي بترجع بالوقت سيري بتقول لهم انها هتعمل لهم فطيرة سمك بسلسة اللحمة بس قبل العشاء ماركي بيقفش باباوها وبيأكل في المطبخ فبيقوله انه بيعمل كده لانه مقدرش يأكل الاكل اللي بتعمله مامته على معدة فضية وبيعرفوا ان المطعم موافقش على الاغنية بتاعتهم ماركي بيزعل قوي عشان ودي مستني الكبايات لكن بابا بيقوله انهم لازم يرجعوا الفلوس لودي ويعتذر له بس بيتفاجئ ان ماركي سرف الفلوس كلها وبيكرر انهم يعملوا كبايات من الفخار عشان يقدروا يكملوا الصبقة بتاعت ودي بعد شوية تراش بتفاجئهم بفترة السمك اللي عليها صاصة اللحمة طبعا محدش فيهم بيقدر يتكلم سيري بيكون من نصبها رأس السمك اما بريس فبيقولهم ان بيأكل الزعانف تاش بتروح المطبخ عشان تجيب العصير وبسرعة سيدي بتحط الاكل في جبعه وليلي بتحط الاكل في جبعه التاني لكن ماركي وبريس بيبدلوا معهم الاطباق ليلي بيجي لها فكرة عبقرية ويانها بتعرض على مومة سيدي انها هتعمل لها اكلة من اكلات مدينة هيوستين وترس بيكون اول واحد بيشجعها على كده لكن سيدي بتسأل ليلي هي تطبخ ايه وبتقول لها انها متعرفش هتطبخ ايه لانها بكل بساطة ما رحتش هيوستين قبل كده تاني يوم ليلي وسيدي بيكونوا في المطبخ بس محترين قوي عشان مش عارفين هيطبخوا ايه وفجأة سيدي بتكرر انها تعمل اكلة حلوة قوي كانت بتعملها مع باباهم وبتقولوا انه كان بيحط حاجات كتيرة مع بعض فبتقوم ليلي حتى طبق الفكرة كله في الحلة وبعدها بتقلب الاكل بالمضرب بتاعة الدبان وكلها بتسيح في الاكل ولما بتحط الخميرة بتكب العلبة كلها في الحلة لكن سيدي بيكون عندها حل للمشكلة دي وهي انها بتحط صلصة كتير على الاكل وبتحط مايونيس كتير برضو عشان يزبط الطعم في الوقت ده بيكون بريس وماركي في المطعم وبريس قلقين عشان الكبايات اللي هم عملوها مرزي العينة اللي شافها وودي لكن ماركي بيقول له انه مش هياخد باله وقبل ما وودي بيشوف الكبايات تاني يالب بيخبط الكرتونة وبيوقعها على الارض والكبايات اللي فيها بتتكسر كلها بريس وماركي بيفرحوا قوي بالله حصل وماركي بيكون عاوز باقي تمن الكبايات من وودي لكن بريس بيرفط ان وودي يدفع اي فلوس تاني بيطلب منه سندواتشات بورجر وبيقول ل ماركي انه بيعمل كده لانه خايف من الاكل بتاع ليلي وسيري اللي بيكونوا هم كمان خايفين من الاكل اللي هم عملوه لان الاكل بيطلع من الحلة وبيكبر بسرعة وبيعمل اصوات غريبة لكن سيري بتمسك الشاكوش وبتفضل تضرب على الاكل حد ما بيهبطوا بيرجع تاني جو الحلة بعدها بيكونوا كلهم على الصفرة وبريس بيكون مشتاق انه يشوف الاكل بتاعهم بس لما بيبتح الحلة بتنفجر في وشه والاكل بيغرق المكان كله وكلهم بيكونوا مرعوبين قوي من اللي بيحصل ليلي بتاعتزلهم عشان هي فشلت في الاكل لكن بريس بيحاول يلطف الجو بيقول لها انه شايف ان الاكل راحته حلوة بيحاول يدوقوا لكن بيلاقوا الحلة بتتهز جامد بيجروا بسرعة قبل ما تنفجر من تاني فيهم وبكده احنا وصلنا لنهاية الحلقة التانية اكيد طبعا فيه تكملة اي رب بيكون فيديو مرواد يعجبكم السلام عليكم